رأت أجلكم الله كلباً أبيض يمشي وراءها وينبح عليها بصوت عالي نحن قلنا بأن الكلب أجلكم الله في الرؤية يعني هو يدل على عدو خصوصاً منه الكلب الأسود فهو يدل على الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الكلب الأبيض هو أقل شراً منه لكن مع وجود النباح قد يدل على أناس سلبيين أو أعداء لك أو لزوجتك من شياطين الإنس أو شياطين الجن لكن شرهم أقل من شر غيرهم وضررهم أقل من ضرر غيرهم فهم إن شاء الله لا يضرونك ولا يضرون زوجتك يعني قضية النباح غير الاقتراب وغير المضايقة وغير العظ أجلكم الله فبما أنه فقط مشى وراءها أو أنه نبح يعني كما يقول الشاعر لو أن كل كلب عواء القمته حجراً لا أصبح رطل صخر بديناري فما كل الكلاب التي تنبح يعني تضر فهو إنسان قد يكون ضاراً لكن يضر بعض الشيء بلسانه ثم يعبر مع ضرره يكفيكم الله عز وجل إن شاء الله شر شياطين الإنس وشياطين الجن وشر الأشرار وكيد الفجار ويكفيكم شر فتن وطوارك الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن يا أخونا أبو فعوزي ترجمة نانسي قنقر